بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج في الصميم ماذا وراء موجة الجريمة الجديدة التي أصبحت تمثل حالة غير مسبوقة في تقدير البعض هنا في النواكشوت وفي عدد من مدن الداخل أهي فعلا كذلك غير مسبوقة أم أنه وضع احتيادي ربما زاد انتشار وسائط التواصل الاجتماعي من العلم به والتفاعل معه ما هي أسباب هذه الظاهرة وما مدى نجاعة السياسات المتبعة حتى الآن لمواجهتها أسئلة أسئلنا أن أطرحها الليلة على نائب مدير مركز الصحراء للدراسات والاستشارات الدكتور سيدة عبد الله المحمد الأمين السالك مرحبا مرحبا دكتور نشكر لكم مشاركة معنا للحلقة من برنامج الصميم أول مرة تشاركونا معنا من حين لآخر نحرص على أن نستضيف مراكز الدراسات لكي ننير الرأي العام حوله ظواهر تستحق أن استنير حولها الآن الكل يتحدث عن موضوع الجريمة هناك حالة من الخوف الشديد التي تستنتابه ساكنة نورشوت وربما ساكنت عدد من مدن الداخل في تقديركم أن نحن أمام موجة جريمة مختلفة أم أنهم ربما انتشاروا وسائط التواصل الذي جعل العلم بهذه الجريمة والتفاعل معها أكبر رقط مما كان بالسافق شكرا جزيلا بداية تمنى سعيدهم بمشاركة في هذا البرنامج المميز والمركز إن كانوا عتبون على التأخير في استضافته في الندوات التي لها طابع تحليل تخصي خارجا عن المماحكات السياسية عتبون مقبول إلا أنه أن تأتي متأخرا فأمون لا تأتي وبخص موضوع السؤال من الناحية الموضوعية ينبغي أن نقيم أولا الوضع القائم حتى ننظر هل هناك فعلا موجة جديدة أو العكس هو الحاصب فبالنظر إلى طبيعة المجتمعات الحضرية الزريمة أمر مصاحب لها بشكل تلقائي وأطعا أن هذه الفترة الأخيرة ما يتحدث عنه الآن يعوزه الموضوعية من ناحيتين أولا أن انتشار جريمة يحتاج إلى معيار كمي ومعيار موصفي حتى نقول أن هناك انتشار ونقول أن هناك جريمة مخيفة فالمعيار الوصفي به نبدأ تراجعت الجرائم المنظمة والجرائم ذات الطابع الإرهابي والكوني تراجعا كبيرا وخوصا في الفترة الأخيرة ومن ناحية الكمية أيضا عندما أنا أدخل في التفاصيل سنرى ذلك من خلال استراتيجيات وتصريحات وزير الداخلي والمسؤولين الأمنيين أن الجريمة تراجعت في مؤتمر الصحفي اليوم الذي قدم وزير الداخلي بيانا فيه أنها تراجعت تقريبا بمعدنين نصف نحن نريد الحق أنا اسمع كلام مراكس الدرسات جيد سنتطرق إلى ذلك لكن مراكس الدرسات إذا كانت لا تستند إلى إحصاءات أو لا تستند إلى وصف فهي كالمدونين أو كعموما لإعلام الذي أصبح إعلاما اجتماعيا هو جزء من هذه الموجة التي تخيف المجتمع والإخافة أصلا هي المسيطرة الآن للعمل جرمي نفسه فبالنظر إلى ما سبق نجد أن الجريمة كانت موجودة وكانت أحدث تغتيالات وحدثت مع شخصيات معروفة وكبيرة وحدثت في أوقات متعلدة ومكتزامنة وفي السنتين الأخيرتين تكاد تحصر الجريمة ذات الطابعة الأغتيالي الطابعة الأغتيالي أو التي فقد في البلد بعض الرموزه وانحصرت في التدافع بين الإصابات الإجرامية في بعض المدن الحضرية الكبيرة مثل ما قصوط ونغذيبه خارج هذا ما المقصود بسريمة الطابعة الأغتيالي أو التي تقصدون بها أقصد أن العصابات فيما بينها فيما بينها بينها ثأر وكل عصابة بعض الأحيان تسيطر على مربع جغرافي معين وما يحدث لا يفسر بأنه انتشار للجريمة داخل المجتمع وهناك أيضا عوامل أخرى استسهم في هذا بعضها بنيوي موضوعي وحلوله استراتيجية وبعضها آني مباشر وحلوله تكتيكية وبالتطرق إلى شيء من التفصيل في الموضوعين كيف يمكن أن تقنع المشاهد بأن ما حدث هو أمر عادي ونحن شهدنا عمليات أنواع من الجرائم حادثة قتل الغدر البشعة التي هزت العام في خلال السبوة الأخيرة شيخ موسين يقتل وهو خارج من بيته بعد صلاة الإشاء لاحظنا شباب عمليات طعن في الشوارع في وضح النهار عمليات سطو على محلات هذا كله يبدو لكم شيء عادي في النسق الجرمي في مدينة مبنون ورشوت وطبعا أنا أريد أن أسمع حديث فني وليس حديثا طبعا طبعا تحليلي سياسي وليس حديث فني تحليلي وليس حديث سياسي جيد نحن هنا لنظرنا إلى جيد لا نستطيع أبدا أن نغفل أن المجتمعات مع زيادة نمو الديمغرافي والاتشار الوفقي المدن بطبيعة الحال هذا يتصاحب وجود جريمة ونحن نعزي ونترحم على من فقدنا على شهدائنا لكن هذا لا يعني أن نقر من الناحية الأكاديمية بانتشار جريمة في انتشار جريمة هناك معطيات فنية إذا توافرت نقول هناك انتشار جريمة ما هي؟ طيب هناك بعض الأسباب الموضوعية البنيوية التي رافقت وجود الدول الموريتانية منذ نشتها وطبيعي أن الحل فيها لن يكون حل آنية وإنما يكون حل استراتيجي تفاوض الطبقي ضعف الاقتصاد ضعف الدخل الفردي أنماط من هذا هذا لا يحتاج إلى حلول آنية وإنما يحتاج إلى حلول استراتيجية من هذه الحلول استراتيجية مثلا ما نعيشه الآن من محاولة صهر المجتمع خصوصا في الإطار التعليمي الذي يبلي شخصية بدايتها في التعليم الأساسي هذا عامل مهم سنصل إلى مضوع الحلول لكن ألا ترى أنه هذا التفسير الذي لا يريد أن يعترف بالمشكلة هو جزء من المشكل نفسه والبعض يقول أنه جزء مشكلات سبب إخفاق أرضمتنا السياسية في أن تواجه المشكلات هو أنها ترفض أن تعترف بها تحدث عن مؤتمر وزير الداخلية اليوم يتحدث عن دولة قوية ويتحدث عنه لا توجد جريم يعني هو منطق قريب من هذا المنطق أوي أمام من إذا كانت الناس في حالة الخوف هذه أسمح لي أن أخالفكم الرأي تماما في هذا يعني وزير الداخلية إنما هو إنما هو في منظومة منظومة حاكمة وقبل فترة قليلة رأسه في رئيس الجمهوري الحالي الاجتماع القيادة للمنظومة الأمنية العسكرية وخرج بأربع محددات أساسية ينبغي إعطاء فرصة للنوار إليها أولا لو لم يكن هناك اعتراف بوجود جريمة لما كان رأس النظام نفسه يقل في اجتماع أعلى للهيئات الأمنية والعسكرية بوجود ظاهرة ينبغي محاربتها لكن هذه الظاهرة هل حدثت الآن؟ هل علاجها بحكم أنها رافقت نشاة الدولة هل علاجها علاج آني فقط أن نشيء سجون أو نقبض على مجرمين أو أن نقيم أنظمة عسكرية تحاول الوقوف على أنفاس الناس؟ أو إنما الحلول ستكون هناك حل استراتيجية بإزالة الأسباب القائمة خلف الظاهرة الجرمية أصلا سبقا كان أسباب اقتصادية أو أسباب تفاوض طبقي وغيرها وهذا ما نجده في بعض الاستراتيجية القائمة حالا من التعاطي مع الشيء العام لكن من ينتقد الأداء وهذا المحور الذي كنت أيدا أن نصل إليه تقويم السياسات يرى عكس ما ذكرتم يرى أن السلطة تتحدث عن قوة وتستعرض قوة في حيث أن ظاهرة الجرمية تتطلب مقاربة شاملة تعترف بتفاوض تعترف بخلل وتقوم بسياسات كيف تقويمون مدى نجاعة السياسات المتبعة في مواجهة ظاهرة الجرمية السائدة حتى لا؟ طبعا كما أسلفت وكما تحدثت ونحن نتكلم بالصفة الأكاديمية البحثية لتعلق بمركز الدراسات ومع هذا ينبغي النظر إلى الأمور بمنظور تجريد محض لا دخل فيه العواطف ولا الخلفية السياسية فالقول بأنه لا توجد جريمة هذا قول مجاف للحقيقة والقول بأن ما كان أو ما هو موجود الآن ليس أفضل مما كان هذا أيضا مجاف للحقيقة فعندما يعترف النظام بوجود خلل بنيوي وبمحاولة معالجته معالجة استراتيجية سواء ما يتعلق منه بظاهرة الاقتصادية المجتمعية أو يتعلق بالجانب الأمنية وتصحيح الاستراتيجيات فالقول وخلاف هذا أو التغريد وخارجه هو إنما يدخل في إطار الشحن الذي تقوم به وسائل التواصل الاستماعي والتي حقيقة جزء من المشكل وليس جزء من الحل لأن إشاعة الرعب وإشاعة الخوف وتكبير غير الموجود أو تكبير الموجود وخلق غير الموجود هو جزء من حتى لو قمنا بإحصائية على الإحصائيات الرسمية الموجودة ونحن حتى الآن نحتاج أن نوجد بحكم أن مراكز تستطيع أن تكون لها إحصائيات وخارج خارجا عن الجانب الرسمي لكن مع ذلك حتى الآن وفي ظل الموجود هناك تراجع كبير وفي ظل الموجود من الإحصائيات الرسمية هناك تراجع كبير للجريمة سواء كانت الجريمة المنظمة ذات الخلفية الخطيرة سواء كانت إرهابية أو الجريمة منظمة وسواء كانت أيضا كهية كظاهرة تتعلق بأشخاص يرتكبون جرائمهم إما لسد حاجاتهم شخصية وإما بدافع جرمي كالحصول على أموال لشراء المخدرات وغيرها وهذا يتطلب نوعين من الحلول يتطلب نوعين عندما نصل إلى المحور نتكلم عن ما هي مؤشرات هذا التراجع؟ تتحدثون عن التراجع وعن إحصائات هل بحوزتهم مطايات محددة؟ إضافة إلى ما تحدثت بالجهات الرسمية عن التراجع من حيث الأرقان التراجع الكمي لعدد الوفيات ولحوادث ذات الطابع الجرمي كحوادث الاغتصاب والقتل وغيرهما فنحن خلال هذه الفترة تقريبا 2020 كلها إذا تجاوزنا ما حدث في نوادي وحادث الاغتيال الأليمة الأخيرة لا يعلق بالذهن حادثة كبيرة خارج عن إطار الشجار أو التفاعل بين العصابات الجرمية طعا وهذا يحدث في كل المجتمعات ولا يسمى واهرة جرمية أو يسبب مقالقا أو خوفا وننسى بالمقابل الفعل التأميني الذي تقوم به الدولة ووضع حلول استراتيجية تنتهج مقاربة متدرجة تعتمد أولا على المدن الكبيرة وتعتمد أيضا على إشراك الإدارة من جهة في محاولة التصدي لهذه الظاهرة لأول مرة يصدر مرسوم يصدر الوزير الداخلي الحالي يلزم السلطات الإدارية في الولايات والمقاطعات باجتماع أمني رغم أنه كان يحدث بشكل بروتوكولي لكنه لم يكن هناك قانون يلزمهم به ولم يكن مسائلين عنه كمان الاستراتيجية الحال القائمة أو الفعل الفعل التصدي الجريمة لا يقايم عن استراتيجية من أهداف حسب ما يقول طبعا المشرفون على الفعل التأميني هناك استراتيجية تعتقدون هناك استراتيجية لديكم معلومات أنه في استراتيجية في هذا المجال أتمنوا أنتم فقط أعتذر عن الكلمة تعيدون لنفس الكلام الرسمي الذي يقوله الرسمي نحن للحقيقة نحتاج نريد نريد كلام كلام مراكس دراسات حل المعلومات كلام كلام مراكس دراسات إذا كان لا ينطلق من المعطيات إذا كانت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع في شقها الأمني المتعلق بالدرك الوطني والحرس إذا كانت لا تنطلق من المعطيات الورشات التي تقيم هذه الجهات الأمنية التي تستعين فيها بخبراء التي تخرج بأفكار تخرج باستراتيجية مزمنة على فترات معينة تنتهج آليات تريد تحقيق وسائل التي تصدي لهذا تكشف مناطق الجريمة وإن توجد بؤر جريمة وتحدد كل جريمة في المكان الذي تكثر فيه وتضع لذلك آليات حلول فإن يكون كلام مراكس دراسات فهل إذا لم نجلد أنفسنا ولم نقل تقييما أيضا هذا يحتاج إلى معطيات لو قلنا هناك جرائم كبيرة هذا يحتاج أيضا تعويزه الإحصائيات إذا خرجنا عن ما يتداول نحن نريد وقاع فقط منكم قبل فترة علمت وما دمتم تذكرون بمطيات رسمية وهذا أمر حقكم أمر عادي قبل فترة تم الإعلان عن استراتيجية لتأمين العاصمة وعن رصد مبالغ كبيرة وعن تمويل كبيرة تقدمه الصين في هذا المجال بعدها مباسرة بدأت هذه الموجة التي أنتم تجادلون في أنها ليست بذلك الزخم وإنما هي حالة عادية هل ما الذي تقرأ ما الذي يمكن أن يقرأ بين بين هذين الأمرين هل هناك من علاقة ما تقديركم جيد هل نستطيع بين الناحية المنطقية والأكاديمية أن نقول أنه فقط بمجرد وضع استراتيجيات ووجود وإيجاد وسائل سواء كانت مادية أو الوجستية أنه يقضى على الجريمة نهائيا هل دول العالم الأول التي تمتلك من الوسائل وتمتلك من المقاربات المادية والعمر العمر الطويل في مكافحة الجرائم المنظمة وغير المنظمة هل توقفت فيها الجريمة قطعا لا لكن لا يحسب أنه مجرد أن الدولة أصبح لتعامل مع الظاهرة الجرمية تعامل غير اختجالي تعامل مخطط له وتوجد وتولد أن توجد وسائل سواء كانت مادية أو الوجستية ألا يحسب لها هذا بمجرد أنه حدثت جريمة أو جريمتين بشكل من التزامن أو عشر جرائم نقول أن قائمة الأمن قامت وأنه لم يعد هناك متسع للأمان هل إذا حصرنا عدة الليالي والشهور التي المعطيات التي ينبغي أن تنطلق منها وسائل الإعلام أيضا ينبغي أن تكون هناك مستوى من الفنية والخروج أين هذا التعامل غير الأرتجالي معدو تصلون على تقديم هذه اللورية وتبريرها أين التعامل غير الأرتجالي ونحن لم نجد اهتماما إلا بعد أن قامت فلن أو شكت أن تقومها قيامة الأمن كما سميتمها لم نرى الرئيس يقوم بزيارة نيلية قبل هذه الحادثة لم نرى هذا الاستعرار لم نرى هذا الاهتمام إلا بعد أن وقع الفئس على الرأس نعم إذا كنا فقط نقيم الاهتمام بخروج الرئيس أو بزيارته الليلية المفاجئة للثكنات والعسس على الطرق في المقاطعات فهذا أعتقد أنه هو نظر مشتزئ جدا فنحن في عشنا فترة طويلة لا نكاد نسمع في أن نصبح على أمر ونصبح ونصبح وعلى أمره ونصبح عليه هل هذا أتى بشكل عفوي لا يمكن أو من الموضوعية أن نقول أن هناك تخطيط هل إذا أقامت وزارة الداخلية مثلا أو وزارة الدفاع ورشاة لتحديد الجرائم الأكثر وأماكن وجودها والتعاطي معها لا يعتبر هذا تحسن في التعاطي الاستراتيجي مع الجريمة حين تحدد أن المعالجات الآنية تنطلق من أربع أو يمكن أن تنطلق من أربع أساسات مثل الإضاءة العمومية تنظيم الجوانب التجاري وجوانب النقل إشراك للمجتمع في هذا أشياء تقليدي على كل حال قد لا تكون هي التي ستغير كبيرا كبيرا شيء لكن لنتحدث في الموضوع في جانب آخر السلطة الحالية وأنتم فيما يبدو مغتنعين بشكل كبير بنجاعة استراتيجيتها كانت تقول أنها أنجزت أشياء مهمة في الناحية الاجتماعية وتعتبر أن هذا مجال تركيز لها وهناك اليوم تبعنا من نبه بطريقة أو بأخرى أن هذه الموجة الزرمية تعكس فشلا في هذه المقاربة وتدل على أنه مكان الوجع لم يقترب منه أعتقد أنه من مجانبة الصواب ومن الحيفة أيضا أنك أن نتكلم بوسيلة إعلام مثل هذه وسيلة الإعلام المحترمة بنفس الكلام الذي يمجه أو تمجه وسائل التواصل الاجتماعي مثلا إذا كان هذا الفعل الاجتماعي عفوا على لا تكون مش كلمتين مع وسائل التواصل الاجتماعي هي منها حالة الآن طبعا هي وسائل التواصل الاجتماعي هي تعبير تعبير حقيقي تعبير حقيقي عن الوعي المجتمعي الذي تعيشه ونعرف عن وسائل التواصل الاجتماعي الآن إنها تزيد المشكل وليس تزيد من الحل في أغلبها حتى لا وعامي حتى لا وعامي أنت سألتم عن الحل الاستراتيجي والحل الاجتماعي الذي انتهجته هذه السلطة طبعا هنا أتكلم وأعتقد أنه إذا كان هناك تجاوزت موضوع التقديم أو تقمص الطرف الآخر أنك تشارك من الرأي في كثير من وجهة النظر التي أقولها أن السنتين الأخيرتين حدث فيما بالبعد الاجتماعي ما يمكن أن يكون أساسا لتخفيف الظاهر الجرمية فمثلا حين يعيش الطبقة المطحونة والمسحوقة والتي لو كان هذا مجانب الحقيقة لكان الأول من يتكلم عنه المدونون وغيرهم حين يعيشون في وضع تأمين صحي لم يسبق أطعا في تاريخ موليتانيا الحديثة ولا موليتانيا القديمة حين يعلن رئيس الجمهوري الحالي في ذكرى الاستقلال الماضي عن زيادة 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 بالضعف لرواة المتقاعدين وأرام المتقاعدين هذا لا يسهم أيضا في تخفيف الوطأ الاجتماعي وطأة الفقر عن ما يعد تقريبا هو بؤرة الإجرام التي سيسببها الفقر لا تشارك المشكلة دائما في هذه البلاد ليس عن ما يعلن المشكلة هو عن ما ينفذ عن ما يصل وأنا سؤالي كان هو ألا ترون أنه في ظل سلطة أعلنت كل هذه الإعلانات واعتبرت أنها حككت إنجازات غير مسبوقة يكون الحال على ما هو عليه ويكون أكثر من محلل ينبه إلى أن الوضع الاجتماعي للحرافات الحاصلة فيه هي هذه الأسباب قطعا للحرافات الاجتماعية هي أحد الأسباب الموضوعي الأسباب البنيوية لأي الجريمة في أي مجتمع عندنا نماذج من الدول ذات القدرة الكبيرة سواء في الجانب المادي أو الجانب العسكري والأمني لا زالت عندها بعض الظاهة الاجتماعية التي تزعجها جدا وتسبب لها الكثيرا من المشاكل الأمنية لكن لت توافق من الرأي أنه خلال سنتين من عمر دولة لها لم تعيش بعد حتى الآن مئة سنة من حولها حياتها بعد الاستقلال أنه في سنتين حين تحدث عن أشياء حدثت لم تحدث خلال ستين سنة الماضية وفي ظل غرف دول استذنائي لا يستطيع حد التجاوز من جائح كورونا وتراجع ما كان متوقعا منه داخل الغاز والمديوني الكبير حين يحدث كل هذا إدارة الرأي إدارة الله له أمر موضوعي هل يعتبر هذا فقط حين نتكلم عنه كاننا نتكلم بجانب سياسي أو نتخمص نار الوضع الرسمية إنما نعطي وقاعة حقيقية في الأخبار التي نتابع وبالمناسبة ليس في وسائل تواصل الاجتماعي اللي كيف شانتك معها مشكلة حتى في وسائل الإعلام العمومية ونفضل أن تكون كذلك فيه أخبار خلال الأيام الأخيرة عن مصادرة كميات من الخمور كميات من الحشيش كميات من المخدرات هل هناك مؤشرات على أن انتشار المخدرات انتشار هذه المواد الضارة قد يكون أحد الأسباب وراء الحالة الجرمية الحالية قطعا هو بشكل موضوع أن انتشار المخدرات وأن تحول موريتاني من دولة عبور إلى دولة استهلاك أن هذا أسهم لا شك في وجود الجريمة وفي انتشارها لكن الإعلان عن مصادرة الخمور والإعلان عن مصادرة كميات من المخدرات تقريبا بشكل يومي في كل مكان لا توافق أن هذا يحسب عامل إيجابي ضمن الاستراتيجية التأمينية هل كانوا معنيون بأن نفهم أكثر من أننا معنيون بأن نحسب نعم وبدو أنكم حريصين على هذا البدد أكثر لكن ببدو أن نفهم في تقديركم ما هي نسبة تأذير هذا العامل في أي عامل عامل الانتشار بمخدرات في حالة الجريمة الحالية تصوري وحسب معلومات من جهات جهات أمنية عليا أنه تقريبا يمكن أن يشكل واحد على أربعة واحد على خمسة من ظاهرة الإجرام الفردي وخصوصا الشائعة بين عصابات الشباب أو المجموعات السبابية التي تعيش في جيوب الفقر في المدن الكبيرة لكن أيضا ما هي العامل الأخرى؟ عندكم تحليل أنها يتمثل نسبة واحد على خمسة طبعا هناك عامل لما تتكلمت عن العامل البنيوي منها الفقر الفقر تسارب المدرسي عدم اتشار التعليم النموذجي أو التعليم عدم الحرص على اللحمة الوطنية وبالمناسبة هذا نحن نعيشه من فترة من استقلال الموريتانيا إلى الآن نعيش هذه هذه الحالات تأكيد الكل يعرف أنها تراكم نعم لكن البعض أيضا يتجاوز ما قيم به مؤخرا به محاولة لتجاوز هذه الإشكالات الكبيرة من ذلك التصدي لإدخال المخدرات من نقاط العبور مع دول الجوار هذا يحسب لا يحسب أن هذا عامل جيد يسهم في تقليل ظاهرة الجرما القائمة عن تشار المخدرات حين توزع الدولة كميات من المال وتوزع ضمان اجتماعي للفقراء وحين تزيد رواتب ودخول أصحاب الدخل المحدود من الأرامل والمتقاعدين لا ينقص هذا نسبة الفقر في المجتمع التي هي أحد أسباب الجريمة مشكلة دكتور وأنتم في إضافة لتخصصكم في هذا المجال أنتم في مركز أيضا تتبعوه مؤسسة إعلامية المؤسسات الإعلامية التي لها حضورها هذا الكلام الذي تقولون والذي تصفون به الآن السلطة القائمة كانت السلطة السابقة تصف به نفسها وتجد منصفها أيضا به نحن كنا فيها أمام رئيس الفقراء كنا من فترة كانت تعتبر أهم إنجازاتها أنها حصنت الحدود على كل حال من فترة تعتبر أنها أنجزت شيئا كثيرة إذن هذا الكلام نفسه على كل حال نحن لا أرى أنه في الحقيقة يختلف جديا عن ما كان يقال على كل حال نحن كمؤسسة بحثية ولهذا راعي الإعلامي يمكن محاكمتنا على ما نقول حالا في الماضي وفي المستقبل ونحن الآن لا نبرر ما هو قائم ولا نصفه بأنه ناصع البيض ولا نصف أن الموريتانيا الآن في حالة وردية جميلة وأن لا توجد حالة جرمية أبدا لكن لا نريد أن نتماهى مع من يقول أننا نعيش ظاهرة جرمية غير مسبوقة وأن هناك فلتان أمني ويتجاوز المعطيات الفنية في التوصيف لمجرد خلفية سياسية أو لمجرد حب الظهور هذا أيضا لا يمكننا التماهي معه كم مؤسسة تحترم نفسها فنحن نصف بالمعايير القائمة وحتى بغض النار عن خلفية سياسية كأشخاص عندما نتكلم بوصفنا بوصف المؤسسة نتكلم بمعطيات ونتكلم وفق ما هو قائم لا نريد أن نجانف ولسنا أيضاً معنيين ومعنيون بتبرير أي نظام سواء كان النظام القائمة أو الأنظمة التي قبلها جيد قبل أن نصل إلى ربما أخذ بعض الأسئلة التي تريد من متابعي الحلقة كنتم أكثر مرة أردتم الحديث عن استراتيجيات أو ما تعتقدون أنه حلول ينبغي أن تتبع خلينا نمش في لغتكم لتخفيف من الحالة الجرمية بعد أنتم مقابلين عن هذه ظاهرة جرمية وأنتم مقابلين عن هذه ظاهرة جرمية نحن طارحنا لكم أنتم مرسلين على كل حال هي تحديد الظاهرة نحن قاعدين نعودوا نقسوا نسمو الأمور مساءاتها الفنية لأن نعودوا نسموها انطلاقاً منها التي تقول للناس كاملة قدروا وحدين عن ما فهم شي وحدين يقولوا عن فهم ظاهرة نقسوا المعطيات الفنية نقولوا أن الظاهرة تحتاج مجموعة من الشروط والموانع التي يليد تتحقق نقولوا هذه ظاهرة أصبح الظاهرة جديرة بالدراسة هذه كتبكة مهمة نقرأه نقرأه المشاهدين ما هي ظاهرة الجرمية إليه نعود وما أن قدام هذه المعطيات وقدام هذه الشروط الموجودة نتكلموا عن مجتمع إليه نعودوا نتكلموا عن مجتمع طبيعي أن نتكلم أي مجتمع أي مجتمع طبيعي أن نتكلم عن مستوى من الرخاء مستوى من البؤس مستوى من الفقر مستوى من التفاوت في الدخل نتكلم عن مستوى من الجريمة هذا مصاحب لأي مجتمع لكن لكن عفوا دكتور نعم مصاحب لأي مجتمع لكن ما هو دور السلط ما هو دور الذين يحققون ما هو دور الذين بيدهم مال البلد وذروة وبيدهم القانون ويحتكرون أيضا القوة كل هذه الميزات تكون لدى السلط لكي تغير هذا الواقع فإذا كان الواقع يبقى على حاله وتجد هذه السلط عفوا من دائما يبرر لها ويعتبر أن هذا أمر آدي طبعا لا تخشون أن هذا يزيد من الحالة الجرمية لسنا في مكان الدفاع نحن لا نبرر شيئا أستاذ الكريم نحن نقول أن الحديث عن وجود ظاهرة جرمية حديث مبالغ فيه فلو قلنا وجود جرائم لكان الأمر أقرب للوصف الدقيق ألا ترى أنه حين نتماهى مع من يريد تشنيع الموضوع وتبشيع الوضع هذا أيضا فيه خروج عن النسق البحثي والمنطقي فقط نحن معيبون إذا وصفنا الأمور وفق من يعطي إحصاءات حتى ولو كانت وفق هواه هذا فيه مستوى من الحيف أعيدكم إلى السؤال السؤال الاستراتيجيات التي تتبع والتي أثبتت نجاعتها والتي ترون أنها مفيدة من أجل أن نخفف هذه الحالة نتجاوزها نقضي عليها طبعا أعتقد أنه ينبغي العمل على محورين محور مجتمعي ومحور يتعلق بالأجهزة المنوط بها عملية التأمين المحور المجتمعي على الدولة بجميع أجهزتها وقطاعاتها العمل على أولا إعطاء المعلومات الدقيقة على التخفيف من وطأة مسببات الجريمة سواء كانت فقرا وسواء كانت مخدرات وسواء كانت تفاوتا طبقيا وهذا إذا تجاوزنا الوصف للحلول وإلى التقييم إلى تقييم هذه الحلول بنسب نستطيع أن نقول أننا الآن أفضل مما كنا عليه أننا الآن أفضل مما كنا عليه وقطعا لن نجد أنفسنا يوم من الأيام ولن تجد أي دولة نفسها يوم من الأيام في مجتمع مثالي لا جريمة فيه ولا رأي آخر فيه ما يتمنى أن الناس يحقق الليلة وهم يتابعونكم دكتور ليس مجتمع مثالي بل المجتمع يستطيع لسانا أن يخرج فيه لحالة عادية حاجته العادية دون أن يكون يشعر بحالة كبيرة من الخوف أعتقد أن هذا هو أستطيع أن أقول أن هذا المنطق هو أنتم موصفين أكثر نرى بالحساسية من وسائل التواصل لكن بشكل عام بشكل أغلب العام أن هذا هو منطقها أن الناس الآن أصبحت في خوف كبير ولا يستطيع أحد أن يخرج لمجرد أن جريمة قتل حدثت ونحن لا نبرر هذا لكن نقول أن الظاهرة الجرمية ظاهرات ومصاحبة المجتمعات لكن ننظر إلى كمها ننظر إلى وصفها هل نحن في مجتمع مورتاني قبل عشر سنوات أو قبل فترة كانت الظاهر الإجرامية فيه تخرج من الظاهر الجرمية الفردية إلى الظاهر منظمة وإلى الظاهر إرهابية وكانت هناك أنماط أخافة المجتمعات حقيقة بقيت معنا دقائق معدودة وحاول نأخذ بعض الأسئلة التي وصلت عبر الفيسبوك حيدراء محمد سيد أحمد يقول الله يكون كريم قال لا يوجد انتشارة من الجريمة بل على العكس فلاك تراجعون من الجريمة وخصوة من السنوات الأخيرة نحن نسأل يقول إذا لم يكن لك انتشارة من الجريمة ما هو السبب لجهة الرئيس الجمهورية ينزل بنفسه للشارع حق بليل صحبة وزراء وقيادات أمنية وأسكرية كبيرة ويتفقدون الدوريات ونقاط التفتيش التي تنسرت بشكل أوسع بعد مقتل الشيخ المسن الأسبوع المنصر هذا سؤال جيد سؤال في محله أتصور أن خروج رئيس الجمهورية في هذا الوقت وفي هذا هو يمكن أن يقرأ من ناحيتين أو بزاويتين إما أن يكون الرجل مهتم جدا للبعد الأمني وللخرق الأمني الذي حدث وليس إقرارا بوجود ظاهرة ولا يمكن أن يكون كذلك لأنه لا حديث عن وجود ظاهرة إلا في وسائل التواصل الاجتماعي كما قلت الثاني أن خروجه لا يعكس إلا أكونه نمطا من الوقوف على الوضعيات التي تحتاج الوقوف عليها فمثلا هو خرج قبل هذا للوقوف على حضر التجوال في موضوع كورونا في السنة الماضية وخرج وزراء وزراء المعنيون بالجانب الأمني وزير الداخلي وزير الدفاع في بعض الليالي المعتمة للوقوف وهذا ليس لا يعتبره في نظام يحترم نفسه مزية وإنما هو يعتبره جزء من واجبه الذي يقوم به طيب هناك أحمد مهدي أتمنى أن أكون قرأت اسمه صالحا يقول سؤالي لماذا أصحاب السوابق هم يرتكبون الجرائم هل هذا يعتبر تقصيرا من القضاء الموريتاني أم لا البعض كلمة ضرمة السوابق هذه فهمها فهم أنه هناك من يرتكب جرم ويخرج والبعض يحلل أنه الخروج أيضا يتم دون أن ينالا ما يستحق من عقاب جيد طبعا بالنظر إلى حقيقة هذه القضية هناك عاملان يحكمان هذا الموضوع أولا موجود سوابق وثانيا الوضع وضع الدولة الذي وضع الدول الاقتصادي نحن نعرف أن النظام القضاء الموريتاني أنه يشهد تطور طفيف سواء على وجود الكادر البشري المؤهل من قضاءات وغيرهم وسواء على وجود المحاكم حتى التي بوب عليها بوب عليها تنظيم القضاء حتى الآن لم توجد وأيضا السياسات القضائية التي ينبغي أن تكون جزءا من الحل هذا كله يحتاج مستوى من إعارة النور حتى يؤتي أكله وأصحاب السوابق موجودون في كل مجتمع وقطعا أن أخذت قاصرا تسلق بيتا من شعر أو بيتا من قصب سرق قلينة غاز أو أذهبت به إلى وكيل الجمهورية عنده سجن مكتو فيه ما يزيد على المعدل المقبول لا يستطيع إلا أن يعزره تعزيرا ثم يطلق سراحة حتى السجون عندنا تحتاج إلى مستوى من النظرة إصلاحية أكثر منها إلى سجون تأديبية أو سجون لأخذ الحق العام فنحن نحتاج إلى سجون إلى مستوى إصلاحية وليست طبعا درجة أولى حتى أن تكون سجون فيها إصلاحيات وحتى سجون عتاة المجرمين في بعض البلدان التي فيها سجون تنتهج البعدين البعد التأديب البعد الصلاحي يخرجون بإضافة للمجتمع وليسوا كلا عليه دكتور ربما يقول إلى طرح سؤال وعلى خصص في الإجابة اليوم رأينا تلويحا رسميا بيعادة تفعيل عقوبة الإعدام أو لنقل تنفيذ الأحكام لأن القانون الجنائي المريتاني نص على أن هناك أحكام قتل تنفذ على من هناك قصاص على من ارتكب قتل أن يقتل هل ترون أن هذا التلويح وهذا التهديد هو أمر جدي وقد يكون له دور في الرادع أم أن الأمر قد يكون فقط مسرد أيضا تلويح له طبع دعائي أتصور أن هذا السؤال لن تخرج إجابة عنه عن خلفية صاحبي أنا أريد أن فهمكم أنتم حليلكم أنا بالنظر إلى ما قامت بها من احترام القوانين وإحترام دستور ويعادة الوضعيات المؤسسية إلى وضعها القانوني ودستوري أظن أن هناك مجال فعلا لتصحيح الوضعي القانوني يبدو أنه لم يعد هناك مجال بالنسبة للوقت فيما يظهر إذا كانت هناك كلمة أخيرة تختمون بها بشكل سريع أشكركم وأتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في موضوع في هذا الموضوع ومن دين الموضوع التحليلي شكرا جزيلا دكتور نائب مدير مركز سحراء الدراسات والإستشارات نشكر لكم مشاركتكم معنا في الحلقة من برنامج الصميم كما نشكر الطاقم الذي أشرف على إنجازها والشكر شزيلا أن يتجدد لكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة